سلام عليكم ايه زيكم يا حبايب قلبي عاملين ايه يا رب كلكو تكونوا في احسن حال ان شاء الله النهاردة الفيديو بتاعنا هيكون فيديو حلو جدا جدا هيكون فيديو مختلف كده شوية ليه سيدة هنشوف روتينها وتغييرها البتها ودكورات بيتها ايه الجميلة النهاردة الفيديو بتاعنا هيكون فيديو سيدة كده كلها طاقة ايجابية وكمان هتوريكو ازاي هي بتمشي يومها وازاي كمان هي كده عدها حلو كده وجميل طبعا السيدة اللي معنا النهاردة هتكون سيدة صينية مش هيكون سيدة تركية ولا اجنبية المراضي فهتكون صينية ايه حابين كده برضو يكون عندنا ايه اختلاف شوية ونشوف هما بيعملوا ايه ايه نظامهم بيكون ازاي يعني بس قبل ما نكمل الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك عايزة منكم لايكات كتير ولو انت اول مرة بتشوفوا القناة عندي طبعا يساعدني وجودكم معايا واتشتركوا في القناة واتفعالوا زرار الجرس على الكل علشان يوصلكوا كل جديد مني وطبعا مستنية كومنتاتكم تحت اللي بتفرحين طبعا هي هنا زي ما انتم شفتوا ده كان روتينها لما بتصحى منه فهما متعودين على فكرة في الصين هناك لو تلاحظوا كده كوباية اللي اخدتها دي اول حاجة بتعملها بتشرب كوباية مية دافيانة علشان طبعا تحافظ على صحتها وكمان تحافظ على عدها وجمالها يعني معظم السيدات وي كمان الرجال بيكونوا كده بيعملوا لازم لازم اللي هما يشربوا كوباية المية الدافية دي لو تلاحظوا هي حطت الكوباية بتاعتها المية الدافية وبعد كده زي ما انتم شايفين شربتها طبعا ده كان روتين يومي يعني هنا كانت بتعمل طبعا الفطار بتاعها هنا كانت بتعمل لانشن بالبيض وزي ما انتم شايفين حلوة جدا جدا وفي نفس الوقت كمان التفاح يعني عناصر غذائية حلوة جدا جدا ليه من نسبة يعني ليه صحتها هنا كان مفروض ان يعني ابتداء من الفيديو من الاول حبيت ان انا جيبها لكم من الاول كده علشان اللي ما شافهاش او ما استمتعش في الاول كده ياخد افكار حلوة هنا هي بتملي كده السخان بتاع المية زي ما انتم شايفين عشان تبتدي ان هي تشرب المية بتاعتها الدافية ده حاجة حلوة جدا على فكرة انك انت تشرب مية ده في الصبح بجد حلوة جدا بتنقي البطن كده وفي نفس الوقت كمان لو في عندك اي دهون على فكرة بتنزلها عشان كده لو تلاحظوا تلاقوا السميين بيكون عودهم حلو وما فيش عندهم بيكون حد يعني جسمه مليان خالص ليه علشان الحركة بتاعت المية بتاعت كل يوم ده هي هنا بقى كانت جايبة طاقم جديد اللي انتم شايفينه دوت فهي كانت طبعا حبا ان هي تستخدمه او تستعمله لو تلاحظوا هي المية عادية جدا ولكن المية بتكون فترة شوية طبعا هي هنا زي ما انتم شايفين هو ده نظام حياتها ده في الاول حبيت ان احنا كده يكون الفيديو بتاعنا يكون مختلف شوية عجبني جدا المرايا اللي هي جابتها دي وهتشوفوها دلوقتي لان هي دي اعتبر مشتريات هي جابتها هتشوفوها دلوقتي لما جابتها عايزة اعرف بس هو طبعا دوت ده زي نظام ماسك والماسك ده على فكرة موجود ماسك كده بتحط ليه البشرة عشان يخلي البشرة بتاعتك حلوة ده كروتين بتعمله يعني اول ما بتصحى علشان اه تشوفو يعني هم نظامهم عامل ازاي هناك العناية بالبشرة والعناية اه اه بالجسم وانك تاخدي بالك من صحتك ومن نفسك ده حاجة كويسة جدا جدا لان بجد يعني بيخليك كده في روحة نفسية من نسبة ليك كده وفي نفس الوقت بتكوني راضي عن نفسك كده بحاجات حلوة هنا كده زي ما انتم شايفين ديت كده زي نظام اه يعني هي حاجة كهربائية كلنا طبعا عارفين هناك في الصين يعني عندهم الاجهزة الكهربائية والادوات الكهربائية دي كتير جدا جدا وفي نفس الوقت تبقى اسعارهم حلوة قوي من نسبة ليهم زي ما انتم شايفين نظافة آآ نظافة المراية آآ بحاجة سهلة جدا وهي قاعدة كده فحلوة قوي كمان هنا هي كانت بتقول ان هي الحاجة بتاعتها او الميليات بتاعتها بعد ما بتشيلها بميلة على السرير بتحطها فيه الغسال على طول علشان تتغسل يعني مش بتسيب غسيل عندها خالص وده شكل اللحاف بتاعها كده ده طبعا بعد ترويقها ليه غرفتها او غرفة نومها لازم تعمل ايه تلبس طبعا الطقم بتاع الرياضة او بانطلون الرياضة زي ما انتم شايفين وتلعب رياضة كده علشان تكون رشيقة كلنا اكيد فينا الطبع ده وكلنا بيكون نفسنا ان احنا نكون كده عندنا طاقة كده وفيه رشاقة كده من نسبنا ده غرفة نومها طبعا هنا بقى هي عندها كمان مشاية على فكرة يعني عندها العجلة وعندها المشاية اه هنا ده كروتين كده بسيط بتعمله في الليفينج عندها الليفينج عندها بسيط جدا برضو على فكرة عايز اقول لكم هي سيدة ومعاها كمان اه ولدين اولادها يعني اه هنا طبعا بعد ما خلصت الليفينج خالص فكانت جايبة طاقم كده اه الطاقم ده بيبقى كسات او كبيات وطبعا القرورة بتاعته بيكون حتى فيها المية العادية اللي هي بيشربوا منها فده كان شكله يعني وهي برضو على فكرة عايز اقول لكم ان هي كانت جايبة الطاقم ده جديد في مشتريات ليها وفي حاجات ليها هي جايبها جديدة هتشوفوها دلوقتي برضو دي اول حاجة كده زي ما انتم شايفين كانت جايبة زي نظام اه مكتبة او اه حامل كده هتحطو في المطبخ ستاند يعني هتحطو في المطبخ زي ما انتم شايفين حطت عليه الحلل وحطت عليه الحاجة هي طبعا نعمل لكم جولة في الشقة بتاعتها بس هتشوفوها باخر الفيديو برضو هنا بس كنت عايز اوريكم المشتريات بتاعتها والحاجة بتاعتها اللي هي جايبها دي دي المراية اللي كنت بقولوكو عليها اه يعني هوا هي تطش كده زي ما انتم شايفين وفي نفس الوقت بتنور كزا نور يعني هي طبعا لد والطاقم الجميل الحلو ده برضو هتشوفوه دلوقتي هي جايبة دي كده دفاية برضو عجبتني الدفاية دي اوي اوي هي دفاية بالكهرباء طبعا زي ما انتم شايفين بتدفي الغرفة اللي هي موجودة فيها او بتدفي المكان اللي هي قاعدة فيه زي ما انتم شايفين وعجبتني اوي اوي عن الدفايات بتاعتنا اللي ممكن اي حد من الولاد او كده او لو واقعد او كده كلنا بنكون خايفين ان هي تعمل فينا اي حاجة او في الولاد هنا برضو ده كان استشوار كانت جايبة وده كان طاقم اه مش عارفة انتو شوفتوه في اول الفيديو ولا لا اه وهي كانت شغالة فيه مش عارفة ايه جا في اول الفيديو ولا لا بس ده كان طاقم جديد كده اللي هو برضو طاقم الشاي برضو فيه البرات والسكرية والكانكة جايبة شوية يعني مشتريات للمطبخ علشان زي ما انا قلتلكو ان هي كانت عايزة تزبط المطبخ بتاعها بالطربيزة اللي هي جابتها دي طبعا بما ان هي جابت استشوار بقى فقالت ان هي تجربو عايزة تجربو يعني وتشوفو هو حلو ولا ايه وكانت بتقول ان هو حلو وان نتيجته حلوة واتبسطت منه بصو هاي ده اقولوك ان ده مثلا زي روتين كده او زي مثلا اه حاجة مبدئية كده ان احنا مثلا تغير بدلا احنا كل شوية نجيب سيدات تركيين واجانب وكده فقلت ليه لأ ان احنا نجيب برضو اه من اه دول مختلفة بحيث ان احنا نبقى اراضينا كل الاطراف يعني اه هنا كانت بتقول ان هي كانت جايبة حاجات برضو كانت برا وكانت جايبة حاجات من ضمنها الحاجة بتاع غرفة النوم طبعا النصانية دي يعني والحاجات الدهب الدكورات الدهب دي مشهورة في جميع الدول زي ما انتم شايفين حاطتها في غرفة النوم شكلها حلوة جدا جدا منظم للميكوب ومنظم ومنظم للاكسسورات بتاعتها وكمان اه زي ما انتم شايفين المنظم بتاع اه الميكوب تقريبا اه هنا بقى كانت بتعمل اه اكل او غدا برضو عجبني شوفتوا بقى يعني زي نظام قلاية كده اه بتقلي فيها وبتسوي فيها الاكل او حلت اه طهي يعني او حلت طبيق حلوة اوي عجبتني اه قلبتها كده او لفتها حلوة اوي اوي بس طبعا الحاجات دي تبقى معظمها يعني موجودة في الصين وده كان غداها او كان اه تحضرها ليه الغدا بتاعها هي طبعا وزوجها هنيجي بقى للنجفة النجفة بتاعتها النجفة اللي هي اه مشهورة فغيرتها زي ما انتم شايفين وجابتها النجفة الكريستال الحلوة اللي انتم شايفينها دي اعجب لكم هي بتغير الوان يعني مش مش لون ابيض بس لا وفيها اللون الاصفر كمان شكلها حلوة اوي طبعا ده النجفة الصيني يعني فحلو مش وحشة غال اه هنا بقى هي كانت عاملة جولة في الشقة بتاعتها هي اول ما بتفتح من باب الشقة كده ده المطبخ بتاعها المطبخ بتاعها بسيط جدا هو اه في عاملة في وحدة للتخزين وعملة في المطبخ عادي زي ما انتم شايفين اها ومطبخ بتاعها مش كبير او بسيط حلوة يعني وان شاء الله شايتها برضو كبيرة ده شقة الصفرة بتاعتها وهنا كمان ده الطويلت اللي هو المفروض الطويلت بتاع الضيوف يعني وعندها واحد تاني برضو هتشوفوه ده كده البلكونة او الجنينة فيها بقى الزرع والحاجات الحلوة دي الحاجات الخضرة اللي كلنا طبعا بنحبها وبنحب آآ الاماكن دي اوى عندنا ده شكل الصالة عندها طبعا الصالة فيها زي ما انتم شايفين كده هي ما شاء الله آآ مش بتحب هي بتقول مش بتحب الالوانات الكتير يعني اعتبر الالواناتها كلها قفيه وندخلها معها اللون البينك الهادي هنا دي غرفة آآ اولادها زي ما انتم شايفين هي معاها آآ ولدين تقريبا وبنت فدي غرفة آآ الولدين والبنت حطا لهم سريرين وكمان السرير التاني للبنوتة دي غرفتها هي طبعا غرفة النوم الكبيرة مفروض بتاعتها هي طبعا آآ في الصين بيختلفوا كتير عن باقية السيدات ده وبعد كده بقى هيبقى الطويلت بتاعهم هم آآ بس كده حباب قلبي ده كان الفيديو بتاع النهاردة يارب يكون الفيديو عجبكو حبيت ان انا آآ نبقى آآ في اختلاف شوية في الفيديوهات عشان ما نتملوش وتزهقو لو شفت الفيديو الحديت هنا اكتبوه لي تحت في الكومنتات اشوفكو الفيديو الجاي واسبكو فرعاية الله وحفظوه عالسلامة اشتركوا في القناة